نجح فريق طبي بحريني بمجمع سلمانية الطبي من إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة كلا بالتنسيق والتعاون مع كوادر طبية من المملكة الأردنية الهاشمية وقد تماثلت الحالات للشفاء وتكللت العمليات بنجاح يضاهي أكبر المستشفيات بدول العالم المتقدمة مبادرات إنسانية جليلة قام بها أهل المرضى لإنقاذ أبنائهم من ألم يعتصر أجسادهم فتبرعوا بكلاهم لينقذوا أرواحا تعلقوا بها وعاشوا من أجلها فتلك شابة ثلاثينية تتبرع لأخيها العشريني وذلك شاب في مقتبل العمر يعيش بكلية والده الخمسيني مدى الحياة علشان أعطي حياة يديدة لأنه شفت أنه هو ويت تعبون من الغسيل وأول ما يرجع خلاص يعني على قلته يوم عيش يوم ميت فالقرار ذي اتخذت بنفسي يعني أنه أعطي حياة يديدة بالعكس يعني أنه أحسن له وأنه مدام أنا أقدر أعيش بربع كلا بيكون عندي كلا كاملة يعني مو ربع كلا بعد فاتخذت هاي القرار وسويت الفحوصات و الله كتب أنه أنا أعطي الكلام هذا مما يعني شدني إلى ذلك بأن أن أسعى في صحته ما أتركه على هذا الحال فقررت أن أتبرع إليه يعني من عندي كلية أقول يعني يا ولدي هذا هبة من الله إلك خبرات طبية قادرة على اكتشاف المرض ورعاية المرضى وفق أعلى المعايير الصحية المطلوبة ليحيى المرض بعد العملية حياته بشكل طبيعي برنامج موجود من فترة ونعمل عليه باستمرار وخلال السنتين الماضيتين قمنا بعمل ما يقارب 17 حالة زراعة كلا هذه السنة سبع حالات لزراعة الكلة ونطمح أنه يوصل عدد ما بين 10 إلى 15 إن شاء الله جهود متواصلة بذلها فريق طبي بحريني بالتعاون مع طباء زائرين من الأردن لإجراء عمليات زراعة الكلة وإنقاذ حياة المرضى نشجع الناس أن الأحالي المرضى يتبادرون في قضية التبرع في الكلة وهذا الأفضل لحياة المريض الفشل للكرب المريض والمتبرع يتهيئون قبل الزراعة وفي متابعة دورية بعد الزراعة للمحافظة على بظيفة الكلية طبعا إذا المريض يتبع تعليمات الدكتور عن طريق محافظة المتابعة الدورية وما يهمل صحته من ناحية الأدوية أدوية المناعة يأخذها بالسمرار ويبتعد عن مسكنات الألم القوية بالإضافة إلى أي عرض صحي صادة يتواصل مع الدكتورة فيقدر يحافظ على الكلية ما بعد الزراعة رحلة علاج طويلة اختصرتها قلوب رقيقة أبت أن تدير ظهرها لأجساد أنهكها المرض تبرعي بالكلة يعطي فرصان جديدة للمرضى ويساعدهم للعودة إلى الحياة الطبيعية بكل معانيها كما يعيش المتبرعون في الوقت ذاته حياتهم بشكل طبيعي وبكلية واحدة حول لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر